السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم حمز السالمي جماعنا عندي اه اه شو بسمو اه ذاك دائما بظن اطلع على مكانين بطلع على حالي ولا بطلع بدي اطلع على الكاميرا فابده حاول اطلع على الكاميرا بعدين اطلع على حالي يعني بعينكم الله عليه هذا فيديو بدون منتاج كمان كونه يعني فيديو بدون منتاج انه الناس بتسمع اكثر من الاشياء اللي احنا من منتجها فا يعني اذرني يا ايدوتور اني راح نزل هذا بدون ما اقول لك طبعا فيديوهات السيارات هاي اليوتيوبرز الكل بيشتغل عليها بقول لك اه هذا فيديو سيارة وارجيك في الحياة الدنيا طيب بسم الله الرحمن الرحيم الفيديو هذا بسجله لبعض اللي شفتهم على موضوع الاساسيات اللي الناس تحكي اساسيات اساسيات انا جماعة وانا بتذكر باكالوريوس رحت قاعدت مع جماعة ماستر وانا ماستر رحت قاعدت مع جماعة دكتوراه وكنت بشوف المواد اللي بخطوها هذول الناس فبطلع عليها بقول طب يعني المالت مش صعبة يعني انا باكالوريوس وقادر اطلع عليها وفي الماستر كذلك نفس الاشي فادركت شغلة انه الحياة اسهل من اللي الناس قاعدة بتحكي عنها يعني الدنيا مش صعبة زي من الناس بتفهمني يعني كلمة حدا دارس ماجستير it's not rocket science هذا الشخص بس مش على جدول معين حدا دارس دكتوراه نفس الفكرة بس يمكن شوية اصعب انك انت بدك تشق طريقك في الدكتوراه مش زي الماستر مش زي الباكالوريوس فملاحظتي لهذا الاشي لاحظت شغلة عنا في مجتمعاتنا العربية انه احنا مكثر مصارع لاننا عنا مستوى متدني بنحكي عن ما قبل الاساسيات اساسيات يعني الناس اللي عاملين ديبيت على موضوع الديتا سروكتور هل هي من الاساسيات يا جماعة افتح لي اي خط الجامعة اقول لك البوليتيكنيك احلى تحية لجامعة البوليتيكنيك من 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 اخر الكرة الارضية هنا جامعتي البوليتيكنيك واحنا هندست حسوب وكانت في عنا مادة الديتا سروكتور فالمادة موجودة وغض النظر يعني شو منلف نمشي المادة موجودة فاحنا ما بنحكي انه هي اساسيات هاي بايسك هاي بايسك لكمبيوتر ساينس يعني كيف بدك تكون بتعرش داتا سراكتور بدك تتكمل في اي اشي في الكمبيوتر ساينس فاحنا قاعدين يعني عاملين مشكلة على انه هاي قبل الاساسيات اساسيات يعني الناس مدقين ببعض على اشيها انا شايف انها حتى مش بسيطة اقل من بسيطة او اقل من بسيطة بمعنى الكلمة فاللي اليوم انا ممكن يعني بس اعطيك الكونكلوشن فيه او حتى لحدا اللي بسمعني بدي روح يعرف الدنيا وهيك اطلع من محيطك يعني اذا الناس قاعدة عاملين طوشي على اساسيات وعاملين طوشي على شغلة غير اللغة غير من عربي الانجليزي وروح شوف الناس في الانجليزي ايش بيحكوا روح شوف العالم ايش قاعد بيحكي روح شوف ايش الديبيتس الاصلا موجودة ايش الناس قاعدين بتعلموا احنا يا جماعة من كثر موصلنا لليفل متدني في المعارف او حتى ليفل متدني بالتعامل مع الطلاب انه دايما بنحاول نقلل المادة لانه الطلاب اللي بدخلوا على الجامعات عادة بستهلوش يدرسوا او بيكونوا يعني مستوهم كثير ضعيف فانت ما بتدرسهم بزيادة وهذا الاشي لاحظتوا انا من الناس اللي درست تقريبا اربع دفعات وكنت بلاحظوا ان كل دفعة عن دفعة بتفرق اللي قبل كانوا اذكى اللي قبل كانوا اذكى لانه الجامعة بلاشت تقبل الجماعة محوم مصاري يعني فهاي مشكلة رئيسية في الجامعات بس احنا وصلنا لمستوى حضيض احنا اليوم الناس بدخلوا جوه الجامعات سواء في مواد البرمجة او سواء في مادة ال data structure ومادة الالغورثم وبطلع ماخذ اول تو مديول يجماعة الناس بتصل ل 12 او 14 مديول من الكتب اللي موجودة اونلاين يعني انت اليوم انا انا اي حدا بسمعني هذا ال call to action تمام اي حدا قاعد بدرس في الجامعة نصيحتي اليك الان اذا انت اليوم تدرس computer science المواد اللي الناس عاملين طوش عليهم بيحكوا عنهم اساسيات انا نسميهم ما قبل الاساسيات هاي المواد لا تروح تسمع لواحد اونلاين درسك اياها روح للكتب ادرسها ادرس المفاهيم اللي عليها احل عليها problem solving انت هيك حت انت هيك حتتأسس للابد انت هيك بتشتغل في احسن شركة في العالم انت مستحيل حدا يجي يعطيك اشي out of the box انه oh my god جاب لك اشي انت مش فاهمه هذا هو ال call to action يعني اليوم لو بدي اجي احكي لك ايش تك تعمل في حياتك بكل بساطة انت في الجامعة المواد اللي الناس قاعدين عاملين عليهم مشاكل سواء مواد البرمجة سواء المواد ال data structure algorithm كل المواد اللي بتأسس او ما بديش تسميها هي اساس علوم الحاسوب هاي المواد انت لازم تطلع فيها شاطر حتى لو جامعتك مش مساعدتك كيف يعني لازم تروح تدور على جامعة ثانية ومصادر ثانية اذا الجماعة بعطوكاش غير اول ثلاث شباتر انا جماعة صدمت انا بحكي مع شباب بقولهم ورجوني السلبس شفت السلبس فبقولهم طب اخدت كل هذا بقولوا لا اخر بتوموا ديون ما اخذنا هونش طب شو خليت للماستر شو خليت للدكتوراه وين دروحوا بعدين يعني احنا وصلنا لمرحلة انه احنا قاعدين بناخد بس روس اقلام في اللي هي المفروض هي اصلا ما قبل الاساسيات فالحق حالك من الان امشي في المواد على خطة ثانية دور بلغات ثانية لاظظلك ما بتسمع ان احنا العرب احنا العرب اغلبنا شو سموه العرب ظاهرة صوتية واحد كتب علنا فاحنا العرب نحكي كثير بس انا هيني بحكي لك انا بحكي عشان ما تحضرني تمام يعني اعمل اول متى تشوف هذا الفيديو اعمل انسبسكرايب رو اعمل سبسكرايب لالتر لانه بساعدني حرام اعمل انسبسكرايب عندي توصلنيش لسبعين الف بديش تصل مئة الف وبس اروح دور على الهدف الانجليزي بحكي عن هاي المواضيع خذ رأيه كمان وبني لحلق طريق وبس والله عدك العافية اشتركوا في القناة